وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية مشددا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم وخلال الاجتماع لمتابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة الأيتام والأطفال فاقد الرعاية الأسرية وجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناح الحياة كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات وموجها في هذا الصدد برعاية المبادرتين التي أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر قادرون باختلاف وهما مبادرة الإتاحة لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل الذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أرقان وخدمات المجتمع وكذلك مبادرة أحسن صاحب التي تهدف إلى إنهاء العزة الاجتماعية والاقتصادية للذوي الاحتياجات الخاصة وفيما اتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وما يكنت كافة قواعد البيانات وجه الرئيس السيسي بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات مع ربطها شبكيا بكافة المؤسسات المعنية من الجماعيات الأهلية العاملة في هذا المجال بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الابحاث الاجتماعية للغارمين ودرست أفضل السبل الفاعلة لعلاج أسباب الغرم وكذا المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أنه تم عرض جهود وزارة التضامن لرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معاشية قهرية تؤثر على نفسياتهم وتفاعلهم مع المجتمع